أكد رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق تطلعه لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والصربيا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية آنا برنابيتش في أطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية الصربية حيث أوضح أن القيادة السياسية في البلدين تدعم تعزيز هذه العلاقات وأعلن عن تشكيل جمعية صداقة بين مجلس الشيوخ المصري والجمعية الوطنية الصربية في أكتوبر 2024 برئاسة النائب حسين عبدالله عبدالعال لتوطيد التعاون البرلماني